لم تشرق شمس صيدة إلى على تنفيذ وحدات الجيش عمليات مسح وتفتيش دقيق للمنطقة الممتدة من أرميل شمالا إلى مجدليون جنوبا وجزين شرقا وقد شهدت الأودية والبستين والأحراج في علمان والأولي وبقصطة وشرحبيل وعبرة وكفرية وكفرفالوس وبصري انتشارا ملحوظا لمغاوير الجيش وفوج المجوقة المدعومين من القوات الجوية التابعة للجيش بعدما وفرت استخبارات الجيش معلومات تفيد بوجود مجموعة مسلحة تتخذ من بعض المغاور مخابئالها وعلم أن الاستخبارات دهمت بعض الأماكن في محيط صيدة وتجمعات يقتونها لاجئون سوريون في المنطقة أما المحصلة النهائية فكانت توقيف أربعة أشخاص قالت إنهم تابعون للشيخ أحمد الأسير وهم محمد خير الدين ماضي ومحمد سعد الدين العر والشيخ علاء محمد الصالح فلسطيني الجنسية ومحمد محمود الصوري وعلمت الأمتيفي أن ثلاثة من هؤلاء كان قد جرى توقيفهم بعد معارك عبره ثم أطلق سراحهم بعدما تبين أن لا علاقة لهم بأي نشاط عسكري ضد الجيش في العلن لا تخفي الأجواء العامة دعم فعليات صيد الجيش اللبناني وأجراءته في الخفاء يعلن علماء مسلمون عن امتعاضهم لعدم إسناد مجريات الأحداث بدلائلة يعتبر استمرار نقصانها استهدافا لشريحة واحدة من مدينة صيد أحسن خريس أم تيفي ترجمة نانسي قنقر